لم يكن يوم الثامن من آذار وهو يوم المرأة العالمي ليحل في العراق كما في البلدان الأخرى فالأيام في بلاد الرافدين تختلف شكلا ومضمونا عما سواه يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي فتحتفل مؤسسات الحقوقية والمنظمات المعنية بالمرأة سالدة حقوق النصف الثاني للمجتمع ومعددة إنجازاتها فالأم والزوجة والشقيقة والصديقة تستحق ذاك الاحتفاء فعلاوة على أنها نصف المجتمع فهي تربي النصف الثاني كما تقول المنظمات الداعية لمنح المرأة حقوقها في الشرق الأوسط عموما وفي العراق خصوصا وجدت المرأة العراقية نفسها أمام فاتورة ثقيلة من المعاناة فيد الأحداث دفعتها إلى حيث لا يحتمل الرجل نفسه فبحسب إحصائية لوزارة التخطيط فقد بلغ عدد الأرامل في البلاد أكثر من ثمانمائة وخمسين ألف أرمالة من الهلع تحت نار الحرب إلى البؤس في مخيمات نزوح تنقلت مأساة المرأة في العراق نهيك عن معاناة مستمرة لمئات النساء داخل سجون الحكومة وهذا ما لفت أنظار بعض المؤسسات الحقوقية فهيومان رايتس ووش على سبيل المثال لخصت تقريرا مطولا لها عن وضع المرأة في العراق بعبارة لا أحد آمن حيث وثقت اعتقالات غير قانونية تقوم بها القوات الحكومية منتهكة حقوق الإنسان بعدة طرق كالاعتداء بالضرب والتعذيب لانتزاع اعترافات من المرأة نفسها أو أحد أفراد أسرتها وما يعزز تلك التقارير ما أوردته وكالة رويترز باستطلاع ودراسة أجرتهما بأن العراق بات ثاني أسوأ بلد عربي رعاية لحقوق المرأة وهو ما كان محل انتقاد من حكومة العبادي لكن ما ذهب إليه البرلمان مؤخرا بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بزواج القاصرات يؤكد تلك الدراسة فذاك التعديل استدعى انتقاد المنظمات الحقوقية لما يتضمنه من هدر وإهانة لحقوق المرأة والطفل وبين يوم يأتي وآخر يرحل يعاني المجتمع العراقي بنصفيه من تداعيات حرب ومأساة واقع ليس له بكلتيهما لا ناقة ولا جمل